اتهم مزارعون في محافظة المثنى متنفذين بنقل خط الطاقة الكهربائية المغذي لمناطقهم إلى مناطق أخرى محملين مديرية توزيع كهرباء المحافظة والحكومة المحلية مسؤولية تلف معظم محاصلهم الزراعية وخلال وقف احتجاجية لعشرات المزارعين أمام مبنى محافظة المثنى بعد رفض المحافظ منحهم رخصة التظاهر احتجاجا على تلف محاصلهم الزراعية تأكد المحتجون أن أكثر من 1500 مزرعة تضم ألاف دونمات تضررت جراء نقل خط تغذية الكهرباء لمنطقة الرحاب من قبل متنفذين يسيطرون على الطاقة الكهربائية لافتين الانتباه لأنهم سيخرجون بتظاهرات وسيغلقون الطرق في حال عدم الاستجابة لمطالبهم تتجاوز 1500 مزرعة وكل مزرعة تتجاوزها مئات الدونمات وكلها تضررت بالنسبة 60 إلى 70% تغريبا من آثار قطع للتيار كهربائي جاءوا متنفذين بعلاقاتهم ويمدير الكهرباء وحولوها هوية العصفية وإحنا تيهونة فمحاصيلنا الزراعية تلتة أرباحا تلفت يعني عنها أبادة باحتبار أبادة جماعية إنها صارت ما عندنا غير هذا يقول حسبي الله ونعم الله كهرباء لا توجد عندنا بعدين تجيش كهرباء ضعيفة والمواطير احترقت كل ماطر يسوى ل700 فليف وإحنا ما عارفين شتالنا ياهون واحد يذبن على واحد من المسؤولين ما المحافظة أكود إجهات منظمة ومعروفة ويشدون طاقات لناس وناس إحنا الطاقة الرئيسية إنه إحنا نهون بيها إحنا نمنع الكهرباء وهاي طالبنا ومرة تاني نطلع مظاهرات ونسد الطرق إحنا طلبنا من المحافظة وما وافقنا البارحة بالمظاهرات وقال طالبوا اليوم طالبنا وبعد يومين أو ثلاثين نطلع الطرق والمظاهرات